أجري أحكي لكم قصتي المرعبة مع الجن أبو فانوس أو الجن أبو نويرة أو الجن أبو سيراج قبل منذ القصة إذا كنت من عشق القصص المرعبة انضم إلى عائلتنا وذلك بالاشتراك في قناتنا للقصص الرعب الحقيقية وشكرا قصة اليوم معاشر الأحبة الكرام صارت في السعودية وتحديدا بمنطقة صحراوية وتبعد حوالي 25 كم جنوب مدينة الجيسومة وتحديدا بهذه المنطقة انتشرت قصص وحوادث كثيرة والناس كثيرة تحدثوا عن هذا الموضوع وكان كلامهم عن شخص معين الشخص هذا أطلقوا عليه أكثر من اسم في ناس يسمونه أبو فانوس والناس يسمونه أبو نويرة وآخرين يسمونه أبو سيراج لكن الشيء الذي اتفقوا عليه هو أن هذا الشخص أو بالأحرى هذا الكائن ليس من البشر أبو فانوس أو أبو سيراج هذا نوع من أنواع الجن ويقولون أن هذا الكائن الغريب يطلع في المناطق الصحراوية معاشر الأحبة الكرام أضواء غريبة تطلع في البر ولا أحد قدر يفسرها لا أحد لا أحد عرف سببها المهم الناس اللي شافوا أبو فانوس أو أبو نويرة أو أبو سيراج قدروا يوصفوه بالتحليل الناس اللي صادفوه أو شافوه يقولون كنا نشوف كأنه سيارة كبيرة جايب في اتجاه من بعيد ولها ضوء كبير واضح وكلما يقرب لنا نرى الضوء يقل أو يختفي ويطلع يضئ من جهة أخرى تخيل وأنت ماشي في البر يطلع لك هذا الضوء الغريب وبشكل كبير وبعدها يختفي ويظهر لك في مكان تاني يعني في جهة أخرى تتوقعه سيارة وبعدها يرجع يقرب منك وبعدها يختفي ويطلع من جهة أخرى كلما اقتربت منه يبتعد عنك أو يختفي وبعد قليل يظهر أمامك فعلا شيء يطير العقل صدق أو لا تصدق الجن أبو فانوس أو أبو سيراج أو أبو نويرة حقيقي وليس أسطورة اليوم سأحكي لكم قصتي المرعبة مع زوج المغربي والجن أبو سيراج أو أبو نويرة أو أبو فراس اللي شفناه في الصحراء السعودية قبل من بدو قصة إذا كنت من عشاق القصص المرعبة اشترك في قناتنا لقصص الرعب وشكرا عشر الأحبة الكرام في أحد الأيام في فصل الصيف نبحث عن فحول الإبل نادرة العملاقة الباكستانية لتحسين النسل وإنتاج الإبل دو السلالة جيدة للتزاوج ولم نجد في بلادنا المغرب نوعية من هذه الإبل دو الجودة العالية وقررنا الصفر على متن شاحنتنا إلى الجزيرة العربية وبالضبط المملكة العربية السعودية المهم صافرنا على متن شاحنتنا إلى صحراء الجزيرة العربية السعودية الحمد لله وبفضل الله وجدنا ما كنا نبحث عنه من إبل إنتاج جيد واشترينا من أغلى وأنذر وأجود إنتاج الإبل العملاقة المهم حملنا الإبل في شاحنتنا بعد ضيافة أهل الإبل لنا ثلاث أيام المهم قررنا الرحيل في المساء لأن كان عندنا ظروف خاصة لازم ندخل الصحراء المغربية في اليوم الموالي رغم أن أهل المنطقة لم يسمحوا لنا بالصفر في الليل لأن المنطقة برية صحراوية خطيرة المهم صافرنا ولم نكترك لمنعهم لنا أو تحضيرهم لغير المباشر عشر الأحبات الكرام شغلنا الشاحنة وبدأنا نسير ببطء لأن حمولة شاحنة بالإبل أتقلت الشاحنة المهم انطلقنا بالليل حوالي العاشرة والنصف أو العاشرة وكان الظلام والطريق اللي سلكناه طريق صحراوي غير معبد كي نختصر الطريق ونصل المغرب في أقرب وقت المهم عشر الأحبات الكرام مشينا وانطلقنا على الساعة العاشرة أو العاشرة والنصف وبعد ساعة أو ساعتين تعطلت علينا الشاحنة في البرية والظلام نزل زوجي يشغل الشاحنة وما قدر يشغلها حاول مرارا وتكرارا لكن الشاحنة تعطلت ولم تشتغل رغم المحاولات قلت لزوجي اتصل ببائع الإبل اللي اشترينا منه الجمال يلقى لنا حل لأنه هو يأدرى بالمنطقة ويعرف الحل وفعلا اتصل زوجي ببائع الإبل بعد عدة محاولات باءت بالفشل لأنه كان هناك ضعف في الشبكة النت في المناطق الصحراوية المهم أجابه صاحب الإبل السعودي قال له يا أبو فلان والله احنا في الطريق تعطلت من الشاحنة ووقفت ولا نستطيع تحريكها أجابه الرجل السعودي وقال أنا بعيد عنكم وقال إن شاء الله ألحق بكم وأجيكم أجابه الزوجي نحن في انتدارك أخي وجزك الله خير ولأن صاحب الإبل هو اللي دلنا على الطريق المختصر الغير معاب بدأ عرف المكان تقريبا لتعطلت فيه الشاحنة حسب الوقت اللي سلكناه في الطريق وقال له زوجي سأشغل إشارة الفلاشة ضوء من الشاحنة كي يعرف صاحب الإبل موقع الشاحنة المهم دخلنا الشاحنة واحنا ننتظر السعودي وفجأة وهنا كانت الصدمة الكبرى مع عشر الأحبة الكرام وفجأة التفت فوجدت نور مثل النار فقلت لي زوجي أنا شفت أحد هناك التفت زوجي وفعلا شاهدنا ضوء يشع بوضوح وهنا قال لي زوجي أمكتي في الشاحنة واغلق الأبواب سأذهب عند صاحب الضوء أو النار أطلب المساعدة أو المعونة فوافقت لأن ما كان لي خيار آخر غير يستسلم أمرنا لله ونستسلم لقدر الله سبحانه وتعالى وفعلا جلست في الشاحنة خائفة مرعوبة وأذكر الله وأطلب من رب العالمين أن يحفظنا ويرجع لزوجي سالما معافى وقبل أن يبتعد زوجي ناديته بأعلى صوتي حتى رجع وقلت له خذني معك واللي يصير عليك يصير علينا نحن الاثنين تركنا الفلاشر شغال في الشاحنة وانطلقنا نحو النور أو النار لدهرة وبعد شوية لاحظنا شيء غريب هنا كانت الصدمة الكبرى مع عشر الأحبة الكرام كلما نمشي النور يبعد كلما نقترب النور يبعد كلما نمشي النور يبعد كلما نجدهد في المشي قلنا نجدهد في المشي لازم نوصل لهذا النور أو النار وبدأنا نمشي بسرعة وبدأ يختفي النور وفجأة اختفى بعد شوية يظهر في جهة أخرى نمشي في هذا الاتجاه وبعدين يختفي ويظهر في اتجاه آخر كلما نقترب يختفي ويظهر في اتجاه آخر حتى بدأنا نتعب والشاحنة لم تعد تظهر لنا الإشارة المضيئة الفلاشر وفجأة معاشر الأحبة الكرام انصدمنا لم يعود يظهر لنا شيء لا ضوء الشاحنة لأننا ابتعدنا عنها بكثير ولا النور أو النار لكنا نود المساعدة من أصحابها وفجأة معاشر الأحبة الكرام ظهر النور مرة أخرى أمسك زوجي بيدي وقال أسرعي اقتربنا اقتربنا وفعلا وصلنا وأصبح الضوء أو النور واضح وهنا كانت الصدمة والمفاجأة الكبرى انتظروا تتمت القصة في الجزء الثاني غدا إن شاء الله